موسيقى سلام عليكم مبسوطة اوي وفرحانة وزقططة لان ضيفي اللي معايا دلوقتي صوت انا لما بسمعه بمطرب مش انا باس الحية وحضراتكم كمان لما هتشوفوه هتعرفوه صوت كده بيفكرني باجمل ايام واجمل اوقات صوت في شجن وفي بحجة في طرب اصيل صوت معتبر يعني مش حد بيتحك علينا لأ صوت وفن وابداع بحق وحقيقي واللي بحق وحقيقي الايام دي مش كتير صوت انا فرحانة بوجوده وزعلنا منه وحقوله زعلنا منه ليه دلوقتي بيشرفني النجم الكبير الفنان حسن فؤاد يا حبيبي شرفتني وانستني كل سنة وانت طيبة وانت طيبة انا اللي سعيد ان انا معاك انا بحبك اصلا زي ما كل المصريين بيحبوك انت بنت لكل الناس واختي لكل الناس وام الاطفال كتير كلنا بنحبك انت عيشت في بيتنا وعيشت في بيوتك كتير من المصريين زي ما بيتقال عني كده يعني بيقولك حسن فؤاد ده بقاله مقعد في كل بيت مصري ايوه وده بفضل ربي رسحانه وتعالى ثم الدراما ايام ما كان فيه دراما حينا حبيب انت ليه بتصير المواجهة من اول كده بس انت فين انا زعلان منك يعني ليه والله يعني شوفي بصي يعني دايما مش ناشيت بحجم موهبتك انا عارف والله انا عارف انا كسول وعلاوة على كده برضو كان فيه فترة زمانية كده عدت كده مصري كلها ما كانتش حلوة وما كنش عافين رايحة فين ولا جاية منين علاوة على ان انا ما ينفعش اتحط في طابول المطربين الموجود ما ينفعش على الاطلاق لان انا من البداية اعلنت اختلافي من البداية خالص يعني اقولك مثلا احنا لما قلنا عن الحب مثلا بصي بصي حمالنا اياه الناس بتتلم عن حب عادي خالص انا قلت عن الحب انا وعمار الشريعي حبيبي رحمة الله عليك يا حبيبي رحمة الله عليك اللي مات توفى وخد الدراما معاه ودي حقيقة اه معك حق والله والله ما زكتك تحطى الدراما في حتة تاني اه انت عارف انا اشوة عمار الشريعي ده كان بيمسك انا قدامي عربيسكي ده اراها ورقة 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 مش بحط مزيكة كده لا ده ده عمار الشريعي انا لما باحب بحب كده لا بقول حكايات ولا بشكي اهات لا بقول حكايات ولا بشكي اهات ولكني بكون لحبيبي فدا وانا مالي 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 ايهات تلاحوي على كمالة ده واقل هلال اه ده الحب كان عندنا كان عامل كده اه اه يا اخي طب حرام عليك يا اخي يا اخي طب لا كمل انت انا مش عايزة تكامل بس اقولك حاجة احنا برضو راجعين بحاجة جميلة خالص اه عايز اقول انه الفنان لما بكل سيقل كده وكن اعاش مع الناس والله غيابه مهما غاب ما بيأسرش فيه اه التأثير اللي الناس شايفاه لا بالعكس لا احنا غيره بس احنا غيره على فننا انا عارف والله انا عارف يعني امثالك لازم يبقوا متصدرين معلش المناخ بقى مختلف خالص يا نشو انت عارف انت عارف المناخ بقى مختلف وبقى فيه دلوقتي فيه شركات وماديات بتعمل حاجات عجيبة جدا فيه صناعة دلوقتي بقى اللي انت شايفهم اغلبهم دول صنع مع احترامي لكل اللي بيغني دول صنع انما اللي هو قاعد ده علي حجار قاعد وما يتحركش محمد الحلو قاعد وما يتحركش عشان كده متحد صالح متحد ده متحد ده البمبناية ده الصوت الألماظ ده اللي ما بيتغيرش فيحنا ان شاء الله يعني برضو راجعين بحاجات حلوة خالص طب ايه بقى راجعين بايه يعني غطي وشك مثلا يا لها يعني غطي وشك دي اه يعني طب احنا انا عايز اشوف معانا احنا معانا غطي وشك من فضلك يا استاذنا الجميل المخرج الجميل ياريب ولا مش معانا دلوقتي ولا نستنى شوية ولا ايه يلا هتعرضها حضرتك ايه باكة وايه الجمال وايه الاحساس وايه الصدق ده بصي حبيبتي اولا انا بشكر فريل عمل اللي عمل لغنوة دي ماجد ميخايل شاعر الجميل اللي عمل لستة فاطمة برضو يعني ستة فاطمة دي هنشوفها مع بعض اتعرض هنا الاول بشكر قناة تن اللي هتبنت غنوة ستة فاطمة وزعتها في رمضان كتير قوي الله من الاغاني الجميلة خالص اولا ماجد ميخايل شاعر جميل 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 انسان جميل وفنان جميل ده كلامه الملحن الجميل مايك العياد هو برضو اللي عمل لستة فاطمة ده جروب انا بشتغل معاه بقالي فترة وبيتر فرح الموزع والاخراج لسامح ده جروب انا شغال معاه بشكر ماجد جدا جدا لان ماجد ده فنان هايل وانا شايف انه هو المرحلة اللي جاية بتاعة ماجد بشاير ان شاء الله بإذن الله زي ما بنسعدونا ان شاء الله غينو وعمل حلقة حلقة وحقيقين يعني ممكن ما شفتناش الفيديو كلايب كله لكن واضح من اول دقيقة واضح صحيح ولما اسمعي كمان ستة فاطمة حالة بقى دي الشرع المصري ومصري بجمالها وبشوارح الحلو اللي طبنا فيها وبيوتنا اللي كانت مفتوحة على بعضها حدوتا كده في ستة فاطمة طب انا فيه لوقتي طلب من الاستاذ المخرج وانت عام المخرجين لازم ولوك سمعا وطا لا خالص سمعا وطا لبي هو عايز قبل ما يسمح ستة فاطمة له طلب خاص خالص خالص ارابسك حاضر طبعا يعني هو بيت حاجة وحيبش ترجوه لوحده ده يعني كل اللي قادرين لا ده عرابسك طبعا طبعا ونحكي عنها عرابسك دين بحدوتة كبيرة عرابسك رحمة الله عليك يا عمار دنياك سكاك حافظة على مسلكاك وامسك في نفسك للا علا تمسكاك دنياك سكاك حافظة على مسلكاك وامسك في نفسك للا علا تمسكاك وتقع في خيات ملكاك تهلكاك أهلك يا تهلك دنتا بالناس تكون ويرفرف العمر الجميل الحنون ويفر ويفرفرفرفرفرفت قانون واندور نلف ما بين حقيقة وظنون وبنأسى هفهاف وهفت جنون يرجعتنا الحاجات حلوة قوي عمار الشريعة يا حسن الناس بتسقق عمار الشريعة وسيد حجاب وسيد حجاب وجمال عبد الحميد الأمر الله يدي وصحة والعافية أستاذ جمال ويرحم الأكابر بتوع بتوع المهنة العظيمة طبعا طبعا شوفي سيد حجاب وجماله شوفي عامل أرابسكي دي عاشق ومع شو شوفي دخل الكلفه بعضه ازاي وعمل ايه الناس دي مال فين الناس دي الله فين اللي كان من وراهم ما فيش والله في ناس كويسة في بس سبحان الله بالعظمة دي لا لا طبعا أنا معاك أنا معاك عشان كده بقولك إنه الإنسان تاريخه ما بيتعملش لوحده يعني ماقول تاريخه على الحجار ما عملوش لوحده لا على كتافه والله يعني عمار الشريعي هنا على كتب وسيد حجاب على كتب والأبنودي وراي هروح فين نسنود هعمل ايه في الناس دي آه ماشي آه لأ نسنود ومدعوم وصول حركتي صعبة حركتي صعبة في وسط اللي حاصل ده لا هتروح فين بعد دل يعني بعد دل بالزبط كده طبعا أنا استأذنك نطلع فاصل يا ريت نطلع فاصل نطلع فاصل بس ناخل نفسنا كده لأن الأستاذ دوقنا نطلع فاصل بريعالك على تون بإذن الله هذا البرنامج برعاية اذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرس كما لو كان موكب الحياة ما زال يهدر النخل باسقة ممتد الأجل ينفع الناس من الجريد ومن الثمار حتى اللحاء الذي فيه كما يقول العلماء يفيد الإنسان تغرس الغرس في الأرض وتنتظر الفرج والخير والرزق من رب الأرض والسماء والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس أنفعهم للناس للتبرع لمشروع وقف النخيل الخيري اتصل على 012-11-11-4307 أو على الخط الساخن خمستاشر سبعمية واربعين أحاها جميلة كل ليلة حمي حبك لسا وبدأنا حكايات مش فارق معنا ويبقى أعمالك اللي ما يعيشها شيء انت مع الإفلاق لاديرا كومباون بيحقق لك كل الراحة والأمان والخصوصية وكل الخدمات اللي تتمنها في مكان واحد لاديرا الحياة جميلة من ميراث ديفلوبمنتز يا بغتنا يا بغتنا حسن فؤاد عندنا والله يا بغتنا بي ويمكن الناس ما شافوش الديقتين تلاتة اللي في الفاصل الناس هنا قاعدين في الستوديو عمالين يفكروا حسن بأغاني مقدمات ونهايات المسلسلات اللي هو عملها فقاعدت كده سرحت يمكن الأغاني دي من 20 سنة يمكن وفاكرينها لحد النهاردة وبنغنيها لحد النهاردة ولما بتتقال بيحصل كده حالة شجن صحيح ايه ده قريب كده أغاني حصلت في الدراما بنقعد نغنيها وفاكرينها نفكر كده مع بعض ونقول الله يرحمه أستاذ عمار والله يرحمه أستاذ سيد حجاب والله يرحمه أستاذ أحمد فقد النجم والله يرحمه الأبنودي والله يرحم كل الأكابر اللي لحد النهاردة من سنين أغانيهم ما بتروحش صحيح 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 طب سمعني حاجة بقى نقول نقول طب أستاذي أقولكو حاجة بالنسبة الصيف أقول حاجة بس حلوة أقول أليس بتقوله أليس كندريا أقولكو علي علي وأقول حاجات كثير يلا ناشي دي غنوة اسمها اسكندريا كلمات وألحن أه أه حبيبي و يعني أقول إيه أه رجل جميل خالص أسميت حتى الخلي يا حبيبي حتى الخلي ده جميل خالص خالص شاعر وملحن وحاجة جميلة خالص حاجة عن اسكندريا جميلة كثير الصيد عمر والصبر طيب يا هوا والشط نار الصيد عمر والشط طيب يا هوا والشط نار والصيادين والبحر عالي مجزة أسكندريا يا معجزة ملعطرين للمنتزة بحر كحنون عقلي وجنون والناس حماس متنرفزة أسكندريا يا معجزة ملعطرين للمنتزة بحر كحنون عقلي وجنون والناس حماس متنرفزة أيام تفوت والبعد موت اسمك على باري وإزاي أعيش ما يهمنيش ما دمت بقياري أيام تفوت والبعد موت اسمك على باري وإزاي أعيش ما يهمنيش ما دمت بقياري مهما أغيب وبعد بعيد مهما أتوه وبعد بعيد انت الفنار وانت الأكيد في القلب لسه محززة أسكندرية أمعجزة ملعطارين للمنتزة بحرك حنون عقل وجنون والناس حماس متنرفزة هي مبادرة توظيف إن شاء الله بكرة بإذن الله هنفتح أبواب خير وأبواب رزق لعدد كبير جدا من شبابنا الحلوين هنعلن بكرة عن المبادرة الحلوة دي وأنا حبيت في الفقرة اللي كلها طاقة وكلها إيجاب دي أعلن عن الهدية اللي كلها برضي طاقة وكلها إيجاب كل الناس يستنون بكرة إن شاء الله هنعرض عدد يعني مش عايزة أقول الأدئبس وعدد كبير جدا جدا من الوظائف الخالية ويرب يفتح أبواب رزق الناس كلها إن شاء الله كل الناس تسترزق إن شاء الله ومصر داخلها على مرحلة مهمة إن شاء الله رحمة يعني كل الناس إن شاء الله تلاقي كل اللي هي عايزة بإذن الله ربنا يكلمك وأنا قلت يعني الخير ده أعلنه في الهدود أنت وش بخير يا حبيبتي والله يكفل إن الإنسان إننا حينما يشوفك بيسعد بيحس إنه فعلا مصر لإستخير الله يكلمك والله أخته وأمه وحاجة جميلة خالصة ربنا يخليك طب هو فضل دقيقتين وأنا عايز أسمع حاجة يلا بي يلا بي دقيقتين يبقى نقول فيهم نقفل ناشي يلا بي يلا وقفل بقى يا سمسم وقفل بقى يا سمسم يا نون ويمسم بكر الأمل يرسم للفاجر مطاقى للفاجر مطاقى وديك هبیا كوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكو rethinkو Herrogo com بكرا حنطلقى بكرة حنيطلاء بكرة حنيطلاء واقفل بقى يا سمسم واقفل بقى يا سمسم يا نونو ya مسمسم بكرة الأمل يرسم للفاجر منطقة للفاجر منطقة وديك أوبيدا كوكوكوكوكوكوكوكوكو كده قلقان جدا لأ أروقو أرجوقو بكرة حنتلاء بكرة حنتلاء بكرة حنتلاء وعفل بقى يا سمسم طب وكن معلش فعش يا سنوان يا علي يا علي يا حبيبي كان يا مكان إنسان فئر غلبان يا حبيبي كان يا مكان إنسان فئر غلبان سارح يبحلقان واسمه علي بابا اسمه علي بابا يا علي يا علي يا عطرف اللذين يا علي يا علي يا عطرف اللذين وحياة سيدنا الوالي فين انت يا علي والي علي علي يا علي الله يسعد قلبك ويبسطك الله عليك والله العظيم فرحتنا وزقتتنا يا رب تاخد سواب كبير كل سنة وانت طيب يا حبيبي شرفتني وقلستني سلام وسعادة وسحة وإبداع يا حبيبي يا رب برشادي يا على الفرحة كده بحجة القلب للوحيد فيها يعني الفقر خلصت للأسف سنيني الفقر الجام إن شاء الله هتعجبك انبسطنا كده في الدنيا شوية وفقرة كيف فيها ترويح للقلوب دلوقتي الفقرة اللي فيها نور الفقرة اللي فيها سلام نفس كده الفقرة اللي بنتشعلق فيها في الشيخنا الأفاضل اللي موجودين معانا علشان يدلونا على طريق الطاعة طريق السلامة وبشرفنا في الفقرة دي زي كل اسبوع مولانا الشيخ محمد رضا من علماء الأزهر الشريف شرفتنا يا فندي وأنس لنا وجودك باركة والله ونور يا مولانا حضرككم معودين في الفقرة دي نتديها بالصلاة على سيدنا النبي أحمد الحق تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صلي وسلم وبارك على سيد الوجود والبركة العامة في كل موجود صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وبعد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النور وأهله مولانا كل سنة حيك طيب خلاص أهو دا يعني يعني أيام كده سغنانة قوي إن شاء الله لعيد كل سنة حيك طيب يوم الأربع اللي جاي فعايزين نتكلم برضو على الأطحيات وفضلها وسيدنا النبي قال إيه على الأطحيات أولا الأطحية شيء سنة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبينا إبراهيم وسيدنا إسماعيل لأن الأصل والأساس أنها كانت فداء لنفس سيدنا إسماعيل على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ورضى من الوالد سيدنا إبراهيم بأن يطيع الله سبحانه وتعالى فكان الفداء بكابشن يذبح فداءا لسيدنا إسماعيل فكان الذبح فداءا للنفس وكانت سنة أبينا إبراهيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الأطحية قال هي سنة أبيكم إبراهيم طيب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يضحي وله في الأطحية سنة يجب علينا أن نفعلها ربنا سبحانه وتعالى أمرنا فصل لربك وانحر إذن النحر يكون بعد الصلاة ولذلك كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه ينحر بجوار المصلة يعني جنب المصلة على طول يطلع من الصلاة ينحر ويشهد ويذبح بنفسه وكان صلوات الله وسلامه عليه يأتي بأفضل الأطحية أن تكون سليمة من أي من العور ومن خرق أو رقع أو أي شيء في الأذن وأن تكون سليمة من المرض البين خطر حضرتك فكان صلى الله عليه وسلم يضحي ويعلم الأمة هذه الأطحية فأتى صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين وأتى ووضع رجله على صفحة الخروف الكبش وقال بسم الله الله أكبر اللهم إن هذا منك وإليك اللهم إن هذا عني وعن أهل بيتي وهنا يمكن بنتعلم عشان في بعض الناس يقول لك إيه أنا أعمل وابني أعمل لا ده يجزئ تجزئ الأطحية عن الرجل وأهل بيته مهما تعدده ومهما كان عدده حتى لو عدده كبير طبعا بتجزئ الأطحية عنه وعن أهل بيته بس حتى لو أهل بيته مثلا أولاده تزوجه؟ متزوجه موجود معاه خلاص يعني يا فندم مش كل واحد لوحده بطوله كده؟ لا إذا كان في معيشة خاصة لكن لو كلك مع بعضهم خلاص يبقى بتجزئ الأطحية عنه وعن أهل بيته طيب نجي نشوف ده طيب لو حد كل واحد عايز يعني ابني مثلا عايز يبقى لوحده أو بنتي جزها لا مانع تمام ها لا مانع يعني زيادة الخير خير خير صح ها وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ودي من الحاجات الكويسة جدا إن الأطحية ديت للتوسع على النفس والتوسع على الغير والتوسع على الجار والتوسع على ذوي الرحم والتوسع على الفقراء والمساكين ختب لحضرتك طيب في حد نفسه يضحي بس مش جادر فجير لا يملك الثمن الأطحية وخاصة احنا في الزمن اللي احنا فيه يعني فيه ناس بيبقى صعب عليه أقول له لا تحزن لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتى بكبشين أملحين أقرانين ذبح الأول عنه وعن أهل بيته وجاء في الثاني وقال اللهم إن هذا عني وعن الفقراء غير القادرين من أمتي يا الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بقول له ما تزعلش ده ضح عنك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام طيب إذن هذه الأطحية حين جعلها النبي صلى الله عليه وسلم سنة وقال من استطاع أن يضحي ولم يضحي فلا يقرب مصلانة يعني العملية فيها تجديدة هي على القادر يعني للجادر يبا لازم يضحي حيجي واحد ويقول لي إيه طيب ما سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر في بعض السنين مضحوش عشان الناس ما تتخسهاش سنة واجبة ده هم عملوا كده لأمر ما لكن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول لنا إيه طالما أنت جادر ضحي لكن لو فيه شيء ضروري أنت ما أنتش جادر يعني فيه أمر مستحيل أو أنت حيدرك أو حيتعبك لو أنت ضحيت خدت بحضرتك يبدأ جيل لك عشان كده أنا ضحيت السنة اللي فاتت واللي جاب لها واللي جاب لها واللي جاب لها لكن عند ظرف السنة دي خلاص طيب أما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يأتي ويؤكد على هذه الأطحية ليه لأنها فداء للنفس هي فداء للنفس كما أن العقيقة فداء للطفل أهو حضرتك وكما أن بعض الناس الطيبين الجرايبين من ربنا أما ربنا يديرهم خير يقول لك أنا عايز أعمله فدو أيوة أو أطحية أو يشتري مثلا حاجة جدا يقول لك أنا عايز أفع عربية أو أفدع سيارة اشترى بيت يعني ربنا أكرمه في عمل ما يقول هو يتقرب ده فدو وعشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذه سنة ليه علشان احنا كلنا نوسع على أنفسنا وعلى غيرنا من الفقراء والمساكين خاصة الفقراء والمساكين طيب احنا دلوقت الجزاء بتاحها ايه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جعلنا ايه إن الدمى يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا وبعدين وإن الله يغفر للمضحي ذنوبه وذنوب عياله الله وذنوب ولدنا كمان مفهوم العمل الصالح وإن أول ما يقع يقع في يد الله سبحانه وتعالى والله ليس كمثله شيء ده مفهوم عظيم جدا ومفهوم يخليك حريص على أن أنت وإنت بتعمل عمل صالح تجود العمل الصالح اللي موجود قدام حضراتكم دي الأضاحي اللي حضراتكم بتشاركوا بيها احنا بننقلها بصورة حية هنا من قلب المزرعة بنراعي كل الضوابط الشرعية اللي الإسلام بتاعنا أمرنا بيها إيه الأجر اللي أنا هاخده لما أضحي مع مؤسس نبض الحياة تلاتة رقم واحد فرج من ربنا سبحانه وتعالى اتنين كرم تلاتة بركة إيه الدليل على كده سيدنا إبراهيم عليه السلام بعد آيات الزبح كانت البشرة من ربنا سبحانه وتعالى بالتلات أمور دول رقم واحد كذلك نجز المحسنين تفريج القربات رقم اتنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين ربنا عز وجل قرمه بولد صالح رقم تلاتة البركة في هذا الولد حينما قال سبحانه وتعالى وباركنا عليه وعلى إسحاق البن بفتوح يا جماعة طب في ناس معنا أنا هبشرك وهفرحك كمان في ناس معنا بفضل الله عز وجل طول السنة وبتعمل السك بالتقصيد طول السنة فكل شهر تقول لي خذ مني ألف جنيه كل شهر ويعمل لي سك أضحية ما تستناش الموسم أن يوجد عليك لازما كده تسبق بخطوة ربنا سبحانه وتعالى لما مدح في القرآن أصحاب اليمين ألعنهم في صورة الواقعة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم بفضل من ربنا عز وجل إحنا مع بعض عدنا من غيركم والله ما يبقى عيد ربنا يكرم كل الناس يا رب بالطاعة العظيمة دي والمناسبة عنيزة كده يعني أشكر أخ فضل هو مش محتاج شكر ومش عايز شكر وربنا هو اللي يعني إن شاء الله يعني يجزيه كل خير الحج علاء أمين اللي تبرع أو يعني عمل أضحيات بالنيابة عنه وعن والده الحج أمين الله يرحمه المتقفل عن أخوه مجد الله يرحمه برضو فيعني في ميزان حسناته يعني ربنا يكرمك يا حج علاء والحج هشام سالم كمان يعني بالمرة برضو مش محتاج برضو شكر ولا حاجة فحج هشام سالم يعني له نصيب معانا يعني طيب والحج علاء كمان مش بس يا مولانا في الأضحيات ده هو ما شاء الله مشارك معانا في النخيل في النخيل وفي وصلات مياه ومستديم على طول وزي ما حضرتك قلت لنا دلاء القبول الطاعة الاستمرارية فيها إن شاء الله ودول من الناس المستمرين مع يعني السابقون السابقون يا رب مقربي بذلك يعني سبحان الله يعني هما فعلا هذا العمل ساعة ما ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا يعني سمحت واحد وهو مع والده وجاعدين فولده بيقول ايه يعني أنا اجيب خروف وخلاص قال له ليه ربنا موسع علينا جيب دمحة كبيرة وحنا ما بيقول له يا ابني ده طب العملية يعني من زنجة وانتقول له لا 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 يا بابا احنا عايزين نعمل حاجة كبيرة ايه ما شاء الله شوف تربية ابوه يعني ما هذا تربية ابوه يعني سبحان الله لا 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 ده احنا لازم نعمل حاجة كبيرة وتلاقيه بجا مشترك بأضحية كاملة الله هو اكبر خطال حضرتك فكان من الحاجة الجمالة بس هو أصر نانيا ما نقولش اسمه ما نقولش اسمه طب اسمه الأولاني بس براش اسمه يعني كامل هو محمد ربنا يبرك له وبرك في والده ربنا يكرمك يا حج محمد والله يبرك لك في والدك فسبحان الله يعني الناس الناس الامة اهل الخير السبقين للخير الناس اللي هم عايزين فضل ربنا سبحانه وتعالى عليهم كتير جدا ويمكن من الناس الطيبين يعني سبحان الله اللي انا فعلا حسيت انه هو بيعمل العمل ده فبيتكلمني بيقول انا عايز اعمل اضحية قلت له طيب ان شاء الله هتوصلك التلت بتاعك هيوصلك لحد عندك لحد باب البيت اه واحنا طبعا عاملين السنة دي ان احنا هن هنوزحهم بعربيات تلاجات ايه الاوسع الاول رب التلاجات عربيات مجهزة احنا طبعا يعني ايه فاجلني لا 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 انا عايز رضى ربنا علي أنا أنا يعني حكل إيه من اللحمة؟ أنا أجيب لحمة ما أجيب عند اللحمة وأجيب لحمة لا أنا عايز أنا عايز الغلابة يأكلوا ياسم أنا عايز الغلابة يأكلوا الكلمة أثرت فيها أن الكلمة يعني خادت مني يعني جسم كشعر أحسيت أن يا في ناس مخلصين جاءوا كده في ناس جريبين كده من ربنا في ناس ربنا راضي عليهم للشكل ده يعني إحنا فعلا محتاجين دايما أن إحنا نحس بغيرنا أي يعني الإحساس بالغير ده شيء رائع جدا يعني أكون إن أنا أحس إن فيه ناس يعني زي إحنا ما بنقول كده إحنا هنوزع إن شاء الله في نجوع الصعيد إن شاء الله وفي الأماكن اللي هي ما فيهاش حد وما سمحش عن اللحمة أي يعني كان فيه الرجل ده أذكرني فعلا بإن إحنا سبحان الله فيه رسالة جيالنا من ربنا سبحانه وتعالى أي إن بتقول لنا إيه إنتوا عايزين تروحوا إحنا نيتنا كنا نروح فين نحج في النجوع أيوة آه في الأماكن البعيدة أيوة الأماكن اللي ما فيهاش لحم يقولون ربنا يبعت لنا الناس يقولون إيه طيب إنت زودوا بقى اللحمة بتاعتكم الله التلت بتاعنا متضرع بيه ما شاء الله التلت بتاعنا مولانا لسه كمان أستاذ عبد العزيز المدير التنفيذي لمؤسسة نبض الحياة كنا بنسأله لحد إمتى أقدر أضحي؟ قال لحد ثالث يوم آه يعني اللي عايز يشترك معنا بس طبعا بلاش نسوف يعني نعجل لأن ده خير يعني عشان تاخد السبب من دلوقتي بإذن الله ما نستناش لآخر يوم ونطق طبعا من دلوقتي أفضل عشان إحنا محضرين نفسنا ومحضرين العمالة اللي هتتبح واللي هتكيس واللي هتروح توزع ومزبطين العربيات اللي بالتلاجات فيقدر لحد ثالث يوم العيد يتصل بينا هو ربنا يبارك فيه يعني الإشارة ديه جميلة جدا آآ ليه؟ ممكن واحد تكون نفسه ضعفة فشوف الناس بتتبح يوم العيد فغار أو تاني يوم العيد فغار قال طبعا أنا معايا فلوس آآ ما عاملش ليه؟ بس يعني لو يعرف يشتري ولا فيه وقت حيشتري فيه ولا حيجيب مين يتبح له ولا حيوزح فين فعايز يخلع من المسئولية الكبيرة دي حيعمل ايه؟ حيكون متصل بمؤسسة نبض الحياة هو في اتصاله المندوب حيروح له في كون المندوب راح له أنا وصلني التبرع المندوب إحنا عندنا المزارع اللي إحنا متعقدين معها طلع يابني ويتبح للايه؟ بس عايزين يكون مثلا واحد عايز الأطحية على بعضها عشان نقدر نجيبها إن شاء الله وحنقول له فيه متاح ولا لا اشتراك لو فيه اشتراك نقول له فيه متاح الاشتراك ولا لا العدد موجود؟ يعني نكون عندي ستة ونقصين واحد؟ بالضبط وفيه أخواتنا برضو ستات الأفاضل بقى ستات البيوت المحترمين تقول لك أنا مستنعي العدية تيجي أول يوم ونزبك ونلم من ننم ونعمل إيه ونتصل عشان نضحي طيب أنا شفت بقى يعني بعض الناس عمل الحركة دي كان في مسجد خطب حضرتك ولم العدية من ولاده وأحفاده وقال له ما هي رأيكم المسجد عايز كذا كذا نعملوه من المسجد كان جميل جدا فكون الأطحية برضو كون الأطحية أو في عمل أي عمل خير فده عمل حيعد وخاصة ما تكون إنه منعقدة بقى إنه هو بياخد إحنا دلوقت بسم الله وإن شاء الله الأحفاد والأولاد بياخدوا عيديات إيه؟ ميزي أي ملاح؟ ألف وآلفين ومشيه مش زيه؟ مثل ما ترتاحش عنه بقى؟ أه لا فهي أما تيجي حضرتك مثلا كده وتقول للأولاد مثلا عندك ده الأولاد ينسوا بياخدوا عدية؟ اتجوزوا بياخدوا عدية؟ لسه ما تجيش أعفيش أحفاد ربنا يا رزوح أه ما تدي لهم بليمين وخدوا منهم بشي ملاح لا ده الأولاد كبارو عايزيننا أطحيات عايزين أسف عايزين عدية ما أنت حتدي لهم وانت مش حتدي ألافات باقي؟ ما هو أيوه تدي هلهم بليمين وتقول لهم يا رأيكم يلا بقى أطحيات مات يلا نعمل بها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى يا رب أو أي حاجة تانية أو أي عمل خير أي عمل خير؟ يعني حتى هم لو حيضحوا وصلة مية يا مولانا لسه بقول للناس أنتو كل إخواتنا المقتدرين أن ربنا ميسرع عليهم هتروحوا الساحل الشمالي وتروحوا المصيف ده والمصيف ده شوفوا الليلة أقصب بالله ثمان الليلة أنت ممكن تعمل وصلة مية فما تبخلش على نفسك بالأهم آه طبعا روح روح عن نفسك وابسط أولادك وأسرتك لكن ما تنساش الأهم يعني بدل ما تاخد أسبوع مصيف خليهم ست أيام واليوم ده قول ده يا رب ده لله لطاعتك يا رب مع مؤسسة نبض الحياة وحتتصل هيجيلك لحد باب بيتك ياخد الفلوس ويبقى نصيبك من الطاعة صبع يعني بدل ما تاخد أسبوع خلت ست أيام عشان ربنا يكرمك ويبارك لك في أولادك ويبارك لك في رحلتك يبارك لك في صحتك وفي عفيتك ويحفظك ويصونك أنت وعيالك يا رب وبعدين يعني ما بنقول لهش مثلا خلي ست ساعة السبعة ستة يا عم روح السبعة يا مولانا ده لو راح المصيف ونزل خد عائله عشان يتغدوا في مكان والله العظيم أقل من خمس ست تلاف جنيه بالظبط يعني لو خد العائلة ونزلوا وخاصة ما بيبوا في المصر بيأكلوا سماء بيأكلوا سماء بالظبط يعني أقل أصعام جنبريوا البناء فابتمن والله غدها والعشوة حيديه وصلتين مية وربنا حيبارك له في أولاده ويعلم أولاده خلي بالحضرتك شيء مهم جدا إن احنا نعلم أولادنا ونزرح فيهم وأحفادنا نزرح فيهم عمل الخير يعني دايما الواحد يعلم أولاده أو يعلم أحفاده يقول له خد يا ابني اعمل دي خد اتبرع بدي أو يطلع حتى الإصال باسمه باسم الولد أو باسم الحفير أو يخليه تصل دلوقتي يقول تعالى بتصل دلوقتي ويعلمه ليه بقى يا مولانا أنا مين أحب ناس لقلبي على قيالي أنا وأنت وغيرنا فعلشان ربنا يدي سواب لابني لما نعلمه كده ربنا حيرضى عنه وعز الولد يعني دايما نعتز بيهم وبنحبهم فإحنا عايزين نعلمهم فإيه اللي جربتهم من ربنا إيه اللي يخلي ربنا يغفر لهم إيه اللي يخلي ربنا يزيد ليهم خلي بالحضرتك في حاجة الناس غفلين عنه دي هو وعد ربنا الحسنة وبعشر أمثالها مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبولة مئة عبة والله يضاعفوا لما يشاء الله ربنا هيدلهم في الدنيا وفي الآخر يعني هم بيحجزوا مكان وخلي بالحضرتك مش مكان مش مكان فلوس مرد بس لا مكان سعادة مكان حب مكان تسامحة مكان لطف مكان يعني بر بالوالدين مكان سلة أرحام هيعلموا كل شيء جميل الصدقات دي لها بفعول سحر ساعات كلنا بيمر بنا لنبقى تحس ان انت مقبوض كده تحس ان انت في حاجة بدايقك ومفيش حاجة حصلة مهارفش مغنوق أمي ربنا تجسح وارفة تقولي نزلي تصدقه طلعي صدقه هتلاقي وبيحصل مجرد من راحة تطلقه يحس انه فيه كده في حاجة مهفافة كده والله العظيم نفسها خفيفة كده وربنا يشيل من عليك كل الأذى يعني سبحان الله هو حضرتك لو انت بتدي السائل او بتساعد حد محتاج يعني انا حصل كذا كذا مرة في الأسبوع الماضي يعني المحتاج ده اما بتجدله هم بالتليفونات والناس بتتصل به اقول حاضر ان شاء الله انجدت المصلحة شوف الدعا اللي بيدعوه ايه يعني الرجل اللي اتبرع او الست اللي اتبرعت او الناس اللي كانوا سبب في اسعاد النفس دي حياخدوا دعا شكله ايه وشوف الدعا طالع ازاي من جلب المستفيد من التبرع ده سواء بيتساعد بنساعده في جهاز عروسها سواء في سطرة سواء في قضاء غارم او في دين سواء في اضحية عشان حاكل حتة لحمة اما حتدخلي كله لحمة على حد من الناس الغلابة دول حيدعز الله يوسع عليك وعلى اللي تبرع حيطانه ده بيدعي لان اممال انت هتاخد كام انت هتاخدهم الدعا ده سبحان الله سبحان الله يعني اللي ريح بيدينه ده اللي هو السواك بتاع العربية او اللي معاه من المؤسسة بياخد دعا ما شاء الله طب اممال انت هتاخد كام يالي انت تبرعت يالي انت الفلوس دي فلوسك يالي انت كام في نيتك ان انت عايز تطعم الناس دول لانهم ناس غلابة وناس ما بتاكلش لحمة ربنا هتديلك جديه هتاخد عجل من عند ربنا شكله ايه وشوف يا حضرتك الطعام ده بتاع يعني اللحمة لو سبناها فالحر بتاعنا ده هتتلف طب اممال طعام اهل الجنة حيبه شكله ايه يا سلام فيها ما لا عينه رأت ولا اذنه سمعت ولا خطر على قلبي باشا ده ربنا هتديلك هنا في الدنيا وهتديلك في الاخر ممكن حضرتك تكون عاملة الوان من اللحوم على التربيزة حمامة هو ما بحبهوش طراخ لا 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 طب كباب حل مش عايز كله غضبان على كل كام لون طب انت اديتلي المسكين الفجير ياكل عشان ابنك يستلز بالاكل اللي انت هتحطه له عايز كل واحد يحط اه كل واحد يحط في نفسه يطعم غيره عشان ربنا سبحانه وتعالى يبركوا في ولاده ويخلوا ولاده يستلزوا بالاكل بتاعه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ولانا كلامك طيب وكلامك كده بيدخل القلب ربنا يا ربي يعني يلين قلوب العباد اللي بيسمعونا على العباد المحتاجين بمنتهى الإلحاح أرجوكم ما تبخلوش إلي معهوش ثمان سكوا الأضحية يقدر يتبرع بثمان كيلو ولا اثنين كيلو لحمة ويقع طبع الصدقة والاتصال على خمستاشر سبعمية وأربعين طبعا فيه مكاتب البريد برضو فيه بنك السي اي بي بس ممكن يبقى البنك بعيدة عنك المكتب بعيدة عنك انت خمستاشر سبعمية وأربعين ده أسهل حاجة وما تبخلش على نفسك بعد إذنك نطلع نشوف تقرير نشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا مع مولانا تعودنا معاكم عن الفرحة تعودنا معاكم على السعادة تعودنا معاكم على إدخال الصرور على قلب كل مسلم والمسم ده تحديداً إدخال الصرور فيه مختلف عن أي مسم تاني لأن ده مسم الناس بتتنامه من السنة للسنة الوقت ده مختلف عند الناس الفرحة بتاعتهم مختلفة إمتظارهم لتخول الخير في بيوتهم مختلف علشان كده احنا بنسعى طول الوقت مع حضراتكم علشان نقدر نوفر لكم الاحتياج بتاعنا واحتياج حضراتكم قبل احتياج كل محتاج طب ايه الاحتياج بتاعنا؟ حضرتك النهاردة هتتقدم لمؤسسة نبض الحالي التبرع بسك خاص بالأضاح سك الأضاحي معنا عجول بقري بلدي بنسعى ان احنا نوفر أفضل لحن وأفضل وزن وأفضل نسبة تصفية نبض الحياة بتجمع بين السقايا وبين إطعام الطعام لشكل معين قوي في الأضاحي أيوة الأضاحي اللي حضراتكم شفتوها الوقت دي ده المنظر أضاحي لكن في الحقيقة هي تضحية لله سبحانه وتعالى أيوة تضحية انك لما بيضح معنا في عيد الأضحى ده تضحية حقيقية ربنا سبحانه وتعالى لازم يا جماعة كلنا كده نبقى على قلب راجل واحد لازم نبقى مع مؤسسة نبض الحياة السنة دي غير كل سنة أنا بوعد كل الناس بفضل الله عز وجل كل أسياد الفقراء والمحتاجين أنا وعدتهم ووعدتهم يا جماعة إن شاء الله بفضل ربنا عز وجل مش هنبقى عشرين دبيحة ولا تلاتين ولا ترجمة نانسي قنقر 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 ربنا يكرم حضرتك والله دكتورنا الفاضل ده ابن حلال والله هو دايما يبلغ لك السلام يعني يعني السلام لي والكل أهلنا وكترخير حضرتك والله كترخيرك يا مولانا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يول ما عندوش الخشب كله آه بحيامل النص ويفكه الشيء الجميل كمان ان اخواتي وحبايب الدكتور مصطفى العكريشي وابن احمد الدكتور احمد ممدوح الاثنين سفروا مبارح والمخرج والمصورين سفروا مرسى مطروح وبراني وسيد وبراني والسلوم بيفتتحوا 200 بير تجميع أمطار اللهم صل عنك النهاردة وبكرة ان شاء الله اللهم صل عنك شوفوا حيجى حضرتك حيجوا من هناك يوم الاثنين يوم الوكفة يجدوه وينكونوا يوم الجمعة يوم التلاف على الدبح يوم الأربع على الدبح يعني حيخضوا يوم واحد شوفوا احنا حضرتك شغالين ازاي كلك وجووا من بارح سجلوا مع ايوة كان موجودين من بارح معنا وكان الشيخ احمد ممدوح مستعجل قال لي انا مسافر سلوم سيد براني سيد براني فاحنا طبعا يعني ده جهد مؤسسة نبض الحياة عشان كده انا بس ده تعليق على كلمتك انا ما بشوف التقارير بتاعتكم بفرح احنا فعلا يعني بفضل الله بنكونوا في قمة السعادة اما بروح نفتح ليه كل واحد فينا ليه روادة وليه محبين فكل واحد محب من المحبين انا عايز اطمنه على التبرع بتاعه ويا مولانا مش مجرد محبة بس ده ثقة الحمد لله الناس الحمد لله وفضل الله فيه ثقة عظيمة في مؤسسة نبض الحياة الحمد لله لان بيشوفوا بنفسهم ودعوة حضرتك الدائمة تعالوا معنا يعني مفيش مؤسسة اعتقد بتلح على المتبرع من فضلك تعال معنا لو حابب تشوف اللي انت بتعمله او اللي انت انا عايز اعمل بير قردوازي في حياته تعال شوف الافتتاح تعال احضر معنا تعال احضر تعال احضر النخلة بتاعتك وهي بتتعامل تعال احضر لو عايز تروح تشوف البيير بتاعك حتى الاطحيات الاطحيات كمان وانتهى الثقة ان اسمي بيتقال او اسمي واسم مثلا المشتركين معايا على الاطحية وهي بتتدبح ويتبقى ايكي بيها فيديو او اتفرج عليكم لايف طبعا طبعا يعني انا من الحاجات الجميلة كمان ربنا يبارك وبشكر مدير المشروعات واحد من الناس المتبرعين بيعامل بير فسألت عليه في المية وثلاثين بير اللي اتفتح فجالولي لا ده ما كانش فيهم ده هو ان شاء الله هيتعمل بعد العيد جلت لهم لا انا عايزوا قبل العيد فتخيل حضرتك مدير المشروعات جال لحاضر وبعدها بساعة جال خلاص ديت اردر لتنفيذ البير فورا جبل العيد خذت بالحضرتك يعني انا بشكر يعني امكان ولادنا اللي هم كل الناس العاملين في المؤسسة كلك بدون استثناء ما شاء الله عليهم عندهم رقم واحد ارضاء المتبرع وتنفيذ اللي هو عايزه يعني هو عايز حتى يعني عايز كذا قبل العيد فبعا رغم ان خلاص المسؤالة تقفلت بس لا خلاص اردر نشتغل تاني بالزبط يعني شوف حضرتك يمكن من فضل ربنا علينا ان احنا يعني كل المشايخ بتكون موجودة في الدبح بنجرى الاسماء بسم الله اللهم ان هذا منك وإليك بسم الله الله أكبر اللهم ان هذا عن فلان وفلان 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 يعني السبعة او الاتنين او الواحد اللي هو المضحي خذت بالحضرتك فاحنا عندنا شغل دائم دقوب علشان نوصل الامانة قدر امكاننا يعني لا تتخيل عب كل المشايخ ربنا بارك فيهم كل العلماء وكل الاداريين خذت بالحضرتك يعني عندنا فعلا الاحساس بان احنا علينا امانة كبيرة لازم نوصلها انا يستم اقول لابننا الاستوى عبد العزيز ببارح الحاجة زعلنا منك انك مبتحضرش العيد قال لي والله غزبا عني انا ببقى بشتغل في المؤسسة فيعني نقوله بقى يعني حتى يوم في العيد يعني عشان ترضى عننا برد لو جدر لو جدر ربنا يعينه ربنا يعينه بيكون معنا لو جدر لو كان خلص ما خلص بيتانه لحد ربع يوم ربنا يعينه وده بقى له يعني 16 سنة ربنا يبارك فيه اه يعني والحاجة اكيد فرحانة به طبعا احنا بنفرح ده هي ده الحاجة انا ما بقولها هتعمل العمل ده مثلا لو الساعة واحدة بالليل اتنين بالليل وزعي الحاجة دي توزحها سواء يعني وتفرح انها تروح توزحها بنفسها ايو ايو فاحنا الحمد لله فضل ربنا من ايام والدي عليها رحمة الله زرح فينا ان احنا يعني عمل الخير ده شيء مهم جدا في حياتنا حضرتك صلى على النبي عليه الصلاة والسلام لو انا انسان تولد وتربته وخدت اعلى شهادات وهب موت بس بدون بدون اي نشاط لية في الحياة ايه جمتي لكن لو الانسان بيجوم بعمل خير بيجوم بمساعدة الناس بيجوم بان هو يقدم اي عمل للمجتمع بتاعنا احنا المجتمع بتاعنا لازم كلنا نتضافر وكل واحد فينه المؤمن سيدنا النبل اللي جل لنا المؤمن للمؤمني كالبنيان يشدوا بعضه وبعضا وفي الاخر وجه عشان شايف حضرتك بتشوريلي انا عايز ادعي دايما لكل متبرع ومتبرع ان يوافقها الله دائما الى اعمال الخير وان يشفي مرضانا ومرضاهم ويرحم موتانا وموتاهم وانا جعل عملهم في موازين حسناتهم وبندعو الاولادنا واحفادنا اللي موجودين في السنوية العامة وفي جميع مراحل التعليم وبامتحنوا اللهم وافقهم يا رب العالمين اللهم الهمهم الصواب اللهم يسر لهم امورهم وربنا يعطي لكل طالب سؤله ان شاء الله من نائيات كل الناس اللي اولادنا ربنا يبارك فيهم كل الموجودين واللي بيسمعونه واللي بيشاهدونه واللي ما بيشاهدونه ربنا يوفقهم جميعا ان شاء الله ربنا يخلي حضرتك ودعوة دين بنختم بيها الفقرة ويعني قطر ألف خيرك شكرا جدا لحضرتك للأسف الفقرة خلصت استنوني الفقرة الجاية ان شاء الله تعجبك شكرا جدا للمشاهدونه شكرا جدا للمشاهدونه شكرا جدا للمشاهدونه لأن وجود هذا العالم الجليل معايا في الفقرة دي انا شايفة ان هو انجاز لي هو انجاز للبرنامج وكطر ألف خيره لان انا عارفة قد ايه سفرياته كتير جدا جدا وشغله في المركز بتاعه كتير جدا جدا والمرضى اللي عنده ربنا يا رب يكمل شفاهم على ايده وليه لحياة تجارب عظيمة جدا جدا ونجحة في امراض كان علاجها يعني مش هقول ايه كان مش مستحق يعني كان صعب علاجها كان صعب جدا وبفضل ربنا وبفضل علمه وبفضل هذا المنهج الحديث في الطب كان الشفا التام على ايده مش عايزة يعني اخد وقت كتير بس اي حد دلوقتي قاعد قدامنا بيعاني من اي مرض مستعصي ولف الدنيا ويعني ملقاش حل الحل بإذن الله بإذن الله هيكون في الفقرة دي فنركز وربنا يا رب يشفي كل الناس بيشرفني العالم الكبير يعني اللي انا بحترمه جدا جدا وبقدر وجوده معانا الدكتور نادر المصري استشاري العلاج بالاكسوجين النشط عضو الجمعية الالمانية للعلاج بالاكسوجين النشط وعضو الاتحاد العالمي للعلاج بالاكسوجين النشط شرفتني يا فندم وانستيني في الشرف لي يا فندم في الشرف لي أنا سعيد جدا أن أكون مع حضرتك دع إحنا يعني سعداء وفخورين ويعني التواضع اللي أنا شايفان من أول دخول حضرتك للستوديو يعني يناسب علمك ويناسب جلال قدرك ربنا يبارك في حضرتك ربنا يخليك أنا شاكل حضرتك وشاكل التقديم لا والله يحققك وأنا الحقيقة زي ما قلت هدفي مساعدة كل المشاهدين الأفاضل اللي بتفرجوا علينا سواء كانوا في مصر أو برا مصر إن شاء الله لأننا اللي سمعتوا عن حضرتك والحياة شفتوا وعلمك الحديث العظيم اللي هيعمل ثورة واللي أنا بقول حديث فسماعت من حضرتك إنه هو مش حديث ولا حاجة ده بقلو فترة بس إحنا المسألة بتوصل لنا واتأخر يعني الزبط العلاج بالأكسوجين النشط يعني إيه؟ طيب مبدئيا نعرف إيه هو الأكسوجين النشط هو أكسوجين فائق النشاط يعني إحنا الأكسوجين العادي زرتين الأكسوجين النشط هو ثلاث زرات أكسوجين عشان يتكون لازم الزرتين ينفصل الترابط اللي ما بين الجزئ بتاع الأكسوجين فيبقى زرة منفردة يتحد مع زرتين تانين فيبقى ثلاث زرات عشان ده يحصل لازم طاقة هائلة هي اللي تعمل الموضوع ده ده بيحصل في طبقات الجو العليا في الرعد والبرق انتيجة الرعد والبرق والألترابيروتريز الأشعة الفوق البنفسجية دي حاجة طبعية ربنا سبحانه وتعالى خالقها فتتكون طبقة الأزون اللي هي بتحمينا من كل الحاجات الضرة اللي بتيكي لما بيتكون الجزئ بينزل في طبقات الجو الدنيا وهو نازل بيتحد مع الهدروكربونات يتحاول ساني أكسيدي كربون ومية ويقتل في نفس الوقت كل البكتيريا والطفاليات والفيروسات والفطريات ده طبيعي عشان كده أنا بحب دايما نقول هو طبيب الطبيعة طيب طبييا بقى احنا بيبقى فيه مولد بيخش الأكسوجين من ناحية يعمل نفس فكرة جهد الكهرباء فيطلع الأكسوجين النشط من الناحية التانية بناخده من يديه للمرضى حسب كل حالة كل مريض فيبدأ يعمل الحاجات اللي هقول عليها أول حاجة بيعملها انه بيشتغل على كل خلية في الجسم مش بيشتغل يعني احنا الأدوية بتاعتنا فيه أدوية تشتغل على القلب أدوية تشتغل على الكلا على المخ على العضلات لا هو بيشتغل على مستوى أي خلية موجودة احنا جسمنا عبارة عن خلايا طيب ينشط كل الخلايا اللي موجودة فالخلية ديت لو كانت كفائتها شغالة ب50% تشتغل 70% و80% فتدي كفاءة أعلى زي مثلا مرضى مثلا السكر البنكرياس عندنا بيكون كسلان يعني مش شغال بكفاءة عالية شغال ب30% لما ندي الأكسوجين النشط فالخلايا نفسها تشتغل بكفاءة 50% فترجع تطلع إنسولين من تاني يبقى العيان هيقلل الجرعة اللي بياخدها سيانة الإنسولين أو الأقراص اللي بياخدها طيب الحاجة التانية اللي بيعملها انه هو بيقتل كل أنواع البكتيريا والطفاليات والفطريات والفيروسات فلو فيه أي مرض بكتيري أو فيروسي أو طفالي أو فطري هو بيقضي عليه الحاجة التانية اللي بيعملها انا بحكلم جنرال طيب هو بيدوب الكوليسترول والدهون احنا فيه مشكلة عندنا ان احنا الناس اللي عندهم سكر الناس اللي بتدخن طبيعة أكلنا احنا كعرب ومصريين الكوليسترول فيه نوعين الحميد والخبيث الخبيث اللي هو اللي اسمه الLDL قليل الكسافة بيترصب جوه الشرعين والأوردة فيدايقها لما يدايق الشرعين والأوردة يبقى كمية الدم والأكسوجين ما توصلش ما توصلش للرجلين فالناس اللي عندهم سكر يحسوا بتانويل وشكشكة وحرقان ما توصلش للعصب البصر والشبكية النظر يضعف ما يوصلش للمخ الزاكرة تقل ما يوصلش للكلا والكبد ودوله أكتر حاجة بتشتغل فتبدأ انزيمتهم تعلى لما الأكسوجين الناشط يدوب الكوليسترول والدهون فيوسع الشرعين يبقى يخلي كمية الدم توصل أكتر وبالتالي يديني أحسن أداء وظيفي وديت للخلية أكسوجين ديليفري والدم راح زيادة فتديني أحسن أداء وظيفي لها قيسي على ده كل أعضائنا أي عضو من الأعضاء يشتغل عشان كده الأكسوجين الناشط مش للمرضى فقط للمرضى والأصحاء يساعدهم في زيادة كفاءة أجهزتهم هو أنتي إيجنج مضاد للشايخوخة مش الشايخوخة اللي هي شيخوخة الوش شيخوخة الخلية نفسها بالظبط احنا عندنا كل خلية ربنا سبحانه وتعالى خلائها لها عمر افتراضي يعني كرات الضم الحامرة 120 يوم خلايا المعدة 3 يام طب لو أنا دلوقتي الخلية قبل ما توصل ل120 يوم أنا جددت الخلايا دي بخلايا جديدة يبقى هتديني كفاءة أعلى مش هستنى لسه لحد ما تبقى شيخة خلايا المعدة لما بيحصل مثلا الاتهاب أو أرحى في المعدة إن الحمض اللي موجود الأكول اللي موجود الخلايا بتتجدد 3 يام قعدت 3 يام مربع فبدأت تشيخ وبالتالي الحمض بدأ يأكل في الخلايا دي عارف يا فندم أنا فاكرة الشيخوخة بالذات بقولي من ربنا سبحانه وتعلم يعني من عظمته إنه بيبينها على ملامحنا للدلالة على أجهزتنا طبعا يعني إذا كان أنا وشي بقى شاحب ومتراهل أكيد خلايا جسمي هتاخد نفس الملمح كوظيفة الأكسجين الناشط بيعمل ده إنه هو anti-aging إزاي بيخلي الخلايا دي تتجدد قبل ما توصل لمرحلة الشيخوخة مثلا في التجمير بالنسبة للسيدات هو داخل فيه لأنه هو بيشد الكلاجين بيحسن الكلاجين اللي موجود في الجلد فيشد الجلد فالتراهلات تقل تمام دي تقل إحنا شايفين قدامنا بصحيك مش شايف معنا آه يعني دي مثلا ده شريان من الشرايين بتحصل عنده على الجدار بتاعه شوية دهون بييجي بسيطة بتبدأ تتراكم وبالتالي تبدأ كرات دم حمراء أو صفاح دموية توقف عليه فيبدأ يعمل الجلطة اللي موجودة الجلطة دي لو تقفل الشريان وهو بيغزي القلب مثلا يعمل جلطة في القلب بيغزي المخ يعمل جلطة في المخ الرجل يبقى جلطة في الرجل جلطة في العين وهكذا الأكسجين الناشط لما تمديه الجلطة اللي موجودة دي بتبدأ يدوبها وبالتالي يوسع الشريان أبسطها للمشاهدين أكثر لأن احنا طبعا أنا محترمة جدا جدا شرحك العلمي وده حيروح منقلني كده لسؤال احنا كناس ثقافتنا الطبية على قدنا يعني مش عندنا الثقافة أنا عارفة أن أنا مروح للدكتور حتعالج حيروح مديني شوية أدوية كيه سفوف يعني كابسولات بقى برشام مش عارفة إيه فاخدهم علشان يعرجوني حاجة وأكيد بيبوزوا حاجة أنا شخصيا بياخد الأدوية كتير كده معدتي بتموتني تمام أو يروح مش أكشكنا يحط الدواء في حقنا سائلة فروح واخد الحقنا يدخل برضو الدواء ده في الدم كده والأكسجين الناشط ده هل ده علاج برضو يعني يندرج تحت الطب الأساسي ولا ما يوسبب الطب البديل أو اللي هو الطب اللي ايه التكميلي اه اللي هو مش طب يعني مش عايزة أقول احنا الطب اللي بتاعنا اللي احنا تعالي ذاتك العمرين برضو نشتح ناس انت طبيب طبيب يعني بتخرج من كلية الطب صح؟ طبعا وحضرتك قلتلي كمان انت طبيب قلب يعني انت طبيب متخصص عشان بس الناس تفهم ان احنا يعني حضرتك بتخرج من كلية الطب وطبيب والعلاج ده مش علاج ايه فزلكة لا ده علاج علمي احنا الأكسجين الناشط هو بقاله من 1870 يعني بقاله 152 سنة موجود في ألمانيا أوروبا أمانيا أنا عارفة اللي بقاله يعني بقاله مثلا كم شهر كده عندنا حاجة اسمها كده لا يعني احنا بقاله فترة طويلة قوي الأكسجين الناشط موجود طيب أبسطها أفتر احنا لو عندنا مصورة القطر بتاعها نص بوصة بيتم يترصب فيه حاجات بقالها سنين فبقت ربع بوصة كمية الدم والأكسجين اللي ماشي فيها أقل طبعا وبالتالي اللي حيروح للأعضاء أقل طبعا وبالتالي العضو ده مش هيديني مش هيدغزة كويس طيب لما أنا دلوقتي يبقى أدي الأكسجين الناشط فيدوب الكوليسترول والدون فيوسع الشريين رجعوا تاني لنص بوصة زي ما كان يبقى كمية الدم والأكسجين هتزيد أيوة المضخة اللي بتضخ اللي هي القلب دي لما تضخ في نص بوصة غيره بقى بوصة أيوة يبقى حيتحتاج إنها تضخة أكتر طبعا يحصل لود عليها تماما لما أنا أوسعت ده تاني يبقى اللود اللي عليه هيقل أيوة طيب لأ الثانية واحدة باش نقبل نتكلم في معنا كده تقرير طيب برضو عشان نبسط للناس وحبت باش تشرح لنا اللي موجود في التقرير خلاص يبقى كده تقرير بشكل عملي نشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا مع هذا العالم الجليل اللي نبتخر به تجارب الشفاء بمضاعفات السكر والقدم السكري كانت حالتي الحمد لله يعني ما كانتش قد كده في الأول خالص أول مجيد وبعدين استخدمت هنا الأكسوجين النشط فالحمد لله الحالة تحسنت إلى حد كبير وحتى كان فيه حاجة بسيطة كده في المشي شوية عرقلة شوية ابتدت تتحسن إلى حد كبير وبقيتها مشى عادي خالص حسس إن الواحد الحمد لله بقى يعني إلى حد كبير أو نشط جدا كويس إلى حالة كبيرة ما فيش عنده هتة الكسل منعنش كده على طول فايق أنا كان عندي تنمين في جسمي والسكر كان زايد عندي وحاجات كانت بتحصل لي يعني كده من السكر رعشة وكده فجيت للدكتور نادر المصري شفت على التلفزيون وجيت له فالحمد لله حسنت السكر بتاعي في النازل خالص والتنمين اللي راح من جسمه خالص والحمد لله برضو الرعشة اللي كانت تجيني الحمد لله أنا كنت معاملة نضارة بلبسها فمن ساعة ما خدت الأكسجين النشط بإذن الله جلعتها وما ببالبستاشت النظر اتحسن والحمد لله جلت السكر من 2015 وكنت معاني من حاجات كتير تنمينة في الإيدين في الإيدين وفقط نظري لفترة كبيرة وفجأة قاعدة قدام التلفزيون فحضرت حلقة للدكتور نادر المصري فوقت تجرب يعني الحمد لله فرقت خدت أول جاسة تاني جاسة الحمد لله جيت عليها وتحسنت على نظر 100% بقيت أشوف الحمد لله بالوقت بمشي وأقوم وأتحرم ومن فترة كنت ماشي عادي في الشارع ودخل مصمار في رجلية جعلت فترة كبيرة جعلت منها والحمد لله جيت علي الجلسات وخفيت ودلوقت بيتأمشي وأتحرق وبقوم وأقوم وأقوم الحمد لله يعني بنام من الطبيع وكويسة الحمد لله يعني وصلت لدرجة اني كانت رجلي بيهد الشار يعني الحمد لله يعني انضرت حلقتين تقلاتي كده للدكتور نادر فقلت أجرب يعني مش هصر حاجة الحمد لله فقربت الحمد لله جابت نتيجة والحمد لله بقيت أحسن من الأول وبنصح أي حد يجي يجرب ومش هيخسر أي حاجة واتكر على الله الحمد لله عندي سكر بقلي فترة وبدأت من أعرض السكر رجلية فيها تنميل والحمد لله خدت للجلسات والحمد لله فعلا حسيت بتحسن دخلنا في 90% تحسن الحمد لله تنميل بدأ يروح الحمد لله طيب أنا أنا بقى دول صحابي لأن أنا عندي سكر وأنا كل اللي بيقولوه أنا بعاني منه وأنا كمان الحقيقة كائن مهمل يعني مش ملتزم أبدا باكل حاجات فيها سكر وباكل حاجات سيئة والدكتور حتى بتاعي يزوج لي العلاج بدلا ما باخد عدد معين من الحبيات في اليوم نوع تاني فالمسألة من ضعفة فمعدتي حتى بتادي اتدع أرجوك على مختلف المستويات حتى الاجتماعية يعني أنا شايفة إخواتنا المرضى فيهم رقيق الحال وفيهم يعني يعني المظهرهم يدل على كده قبل بنتكلم العلاج بالأكسوجين الناشط غالي؟ ولا يعني ممكن يبقى زيه زي الأدوية أنا بجيب أدوية غالية نهائيا بالعكس أقل من الأدوية العادية بتاعك تمام كمان إن إحنا في المراكز إحنا بنحاول نقلل كمان أكتر لا مراكز برضو أفهم أنت حقيقي عندك كم مركز وهل في محافظات يعني أنا لأن كل برضو الناس اللي بيتفرجوا علينا يقولوا هي القاهرة هي اللي فيها ومنتشحطة ونيجي القاهرة كيور موجودة في كل محافظات مصر فيه 18 محافظة أنا بلف على 18 محافظة خلال الشهر يعني المركز كيور اللي هو العلاج بالأكسوجين الناشط اللي هو حضرتك بتنتمي إليه موجود في 18 محافظة يعني أنا لو مثلا من مثلا من إسكندرية في مركز في إسكندرية لو اتصلت بالأرقام دي قالوا المركز فين فأقدر جيلك بدلا مجي القاهرة لا أحسن لا يروح للحافظة بتاعتك طبعا هو هيقوله أنا ساكم في الحتة الفرون ليه هيقوله أنا في الزأزي هيقوله خلاص في مركز في الزأزي أنا في المنصورة في مركز في المنصور أنا في المينيا أنا في السحيد أنا في إنا أنا كنت لسه في السعيد أنا بروح أسبوع في السعيد بأخذ السعيد كله وبعدين أرجع بقى أمسك منطقة منطقة يعني أسبوع أسبوع أخذ واجه بحري زي ما بيقوله أنا والسعيد كله بورسعيد والإسماعيلية والسويس ففي كل المراكز إحنا بنحاول نغطي الموضوع زي ما كنت حديث بتقولي كان صعب في الأول لأن كل الناس لازم تروح القاهرة فعشان تاخد جلسات هيبقى صعب أن تروح تاخد جلسات ما هو أنا برضو قلت لي أن الأكسوجين الناشط ده بيدخل على الخلية بيزبطها وينعيشها ويرجعها شباب تاني علشان تشتغل بكفاءة فيبقى أنا مثلا عندي 60 سنة بس الخلية بتاعتي رجعت كفاءتها لحد عنده 30 سنة معانا كده على الشاشة بعد إذنك برضو هنا هي بعد أو حين شبافة قدامي كلمني عن الحتة دي يعني برضو وربطها لي بالسكر برضو طيب بالزبط إحنا في عندنا الشكل بتاع الخلية بدأت خلاص هيبقى فيها شيخوخة بدأت تكبر لما بندى الأكسوجين الناشط بترجع تاني تطلع لي خلية جديدة فتية أكتر يعني صغير شباب وبالتالي تدي تأثير أحساب يعني بمعنى تاني أو مرصاتها برضو لو إحنا عندنا حد مثلا سيكوريتي أمن والشفت بتعود 12 ساعة إنما لو أنا غيرت الشفت ده 6 ساعت يبقى أنا حبدي الناس لسه صحيين بناس تانيين برضو لسه صحيين فاستفيد بالطاقة بتاعتهم بالزبط هي دي الفكرة الخلية نفسها أنا بديها طاقة فبتديني أداء وظيفي أحسن يعلى الانتاج بتاعها تشتغل أحسن يعني لو شغلة بكفاءة 30% نتكلم على السكر مثلا يعني طالما حدريك قلت على السكر نتكلم على السكر السكر مشكلته مش في السكر في مضاعفات السكر تمام فما فيش دم يوصل للأطراف فالمريض بيحس بشكشكة وتنميل وحرقان وعدم الإحساس بالأطراف وبرودة جديدة أيوة ما يوصلش للعصب البصري والشبكية النظر يضعف لفنة أنت بتكلم علي أنا مريض السكر وده اللي حصل بالفعل لما رأت عملت عصب العصب كفاءة تقلق جدا لدرجة يعني قلق تقريبا حوالي 30% من العصب مش موجودين شكشكة في رجلي وتنميل وساعات بأسوابع رجلي أفضل أدعاكم عشان أحس مش حس بيهم بالضبط كده إحنا في بعض البقاء المرضى بيجي يقول بسنا الشوز أو الشبس بيتقلع منه هو ماشي ما بيحسش يعني إحنا من ضمن التقرير اللي كانت موجودة كان فيه سيدة اللي هي اللي كانت لابسة لبني دي هحكيليك على حاجة حصل دي أول مرة جاتلي فيها في الصعيد أول مرة جاتلي هي وزوجها فزوجها مسكها من إيديها ومدخلها لابسة اسود في اسود ونضرها سودة وقعدها فحاولت أن أنا بتكلم معاش هناخد منها هسر ووكف ما بتردش عليها خالص فزوجها هو اللي بيتكلم فبنا بكلمه بقوله فيه إيه فشاور لي أنها ما بتشوفش لا إله 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 ومكتئبة فطبعا كلمتها قلت له ربنا سبحانه وتعالى هو الشافي وربنا هو اللي بيجيب المرض وربنا هو اللي بيشفي وربنا يجعلنا سبب فإحنا ناخد الجلسات ونتوكل على الله سبحانه وتعالى ونشوف الزيارة اللي بعدها بشهر قالوا لي فيه مريضة مش هل تاخد الجلساتة لما تشوفك فأنا جي في دماغي إن مريضة حتشتكي تقول ما تحسنتش أو التحسن بطيء أو كم ففتحوا الباب لقيت سيدة داخل علي على سن جت عشر زي ما بيقول ميكاب كامل ميكاب كامل بسم الله ما شاء الله عليها شيكة إيه ودخلت سلمة علي أنا مش عارفة فقالتلي أنت مش عارفة قلتلي لأ قالتلي أنا اللي كنت جاي مع زوجي وكنت لابسة إيس وتفسه قلت لأ بسم الله ما شاء الله إيه اللي حصل طب فين زوجك قالتلي أنا سيبته بره قلتلي أخش أنا الأول ومع دم بعد كده تعالى أنت أخش آي مش عايزة حد يمسكني من إيدي ويقعدني أنا بالضغط الإحساس ده خلص فبقول لها إيه اللي حصل هي مازالت لحد دلوقتي كلما روح الصعيد تشوفني تعمل كده بتقول لي أنا حياتي كلها ضغيرت اللي حصل عندها أن السكر عندها كانت عندها سكر وهي صغيرة في السنة 40 سنة أثر على العصب البصري فما بقتش تشوف يا حبيبتي وكان مصمار دخل في رجلها فقالولها لازم يتعمل باتريل والحركة ما بتتحركش ما بتمشيش الأوزون الأكسوجين الناشط عمل إيه الأكسوجين الناشط هو دوب الكورسولول والدون فوسع الشرايين ضيع الالتهاب اللي كان موجود في الرجل ده وبالتالي صباحا ما تشالش ما عملوش باتريل الدورة الدموية تحسنت في التنميل والشكشكة والحرقان اللي كان موجود بدأ يروح العصب البصري والشباكية وصلوهم أكسوجين أكتر فبدأ النظر يتحسن فبدأت تشوف مرة أخرى بدأ نمها يتحسن بدأت حل الحالة العامة تتحسن عارف يا دكتور حد بتفرج يعني يقول إيه هو ده سحر لكن هو فعلا سحر علمي يعني بمعنى أن حاجة بتشرح لنا يعني وشكرا أن أنت بتشرح لنا عادة أن الشرح بيبقى متخصص بس أنت بتبسطه لنا جدا جدا فكرة بقى الجلسات أنا جاف موخي كده أنها مثلا لما تليفوني بيفضى فبحطه في الشاحن فبيشحن الأول 10% و15 وبكتر الشاحن لما بشحن أكتر بيوصل لعرب هل الجلسات بتاعت الأكسوجين من أول مرة حيبان مردود حيبقى هو 10% التليفوني أقدر أتكلم بس كل ما انتظم في الجلسات ممكن توصل كفاءة أجهزة جسمي إن شاء الله يا رب ويا رب الكل اللي بسمعونا لمية في المية؟ يعني ما شاء الله على حضرتك أنت فعلا قلت تشبيه أنا فعلا بحب أقول التشبيه ده إحنا فعلا بالجلسات إحنا بناخدها بجلسات بناخد حوالي يعني جلستين في الأسبوع بيبقى حوالي بنبدأ من 12 جلسة ل 18 جلسة في الأول خلال 12 جلسة الأولى بنبدأ نشوف التحسن عامل إزر جلستين في الأسبوع جلستين في الأسبوع أنا بس بطمن ثانية واحدة الأرقام مقدامنا من فضلكم ليصورها وقوعوا تستغل يعني الجلسات سعرها يناسب أي طبقة أو أي فئة اتصلوا الأرقام وأصل الصحة دي أهم حاجة أنا يعني صدقا يا دكتور يعني كلامك ده بدل ما أفضل بالبعث أدوية تبا وزلي كلتي وتبا وزلي معدتي لا أنا عندي علاج يعني سحر وعلاج زي ما قلت علم يعني مش دجل إحنا بصي يعني أنا مش بقول أنا بعليك سكر كده شركات الأولى تزعل مني ولا إيه بس معليش الصحة أهم حاجة يا جماعة ده لا ينفي يعني كل أحد حر يعني اللي عايز يستخدم أدوية ربنا يا رب يشفي الجميع بس أنا المنقذ يعني الأكسوجين الناشط ده هو المنقذ من أمراض وبعدين أنا برضو عايز أقول للناس مش مرض السكر بس إن شاء الله يعني هتندهشوا لما تعرفوا إنه إيه قولوا أي مرض مرض لعلاقة بالمناعة مرض لعلاقة بالقلب مرض لعلاقة حتى بالجلد المناعة يعني أقول لكم على إيه كمان مرض لعلاقة بالأطفال اللي قد يصابوا بأمراض ليها علاقة التوحد أو دمور المخلوم أو دمور المخلوم سحر وحنتكلم عن كل حاجة بالتفصيل والحل موجود فأنا أسف أنا رب أعطى حضرتك بس أنا مبهورة إحنا أنا بس بحب أقول حاجة إحنا إحنا ملسحر اللي أكسوجين الناشط هو ملسحر لا اسمح لي أقول معجزة يعني في إحجاد بالعلم يعني ربنا قال لنا إحنا الطب اللي إحنا تعلمنا طول عمرنا هو ده الطب اللي تعلمناه ولكن بيجي في وقت معين بيقف زي ما بيقول في حطة سد يعني مش بيقدر يدي حاجة أكتر الأكسوجين الناشط لما بيخش بيحسن الموضوع أوف بيدي نتيجة كويسة جدا فمثلا السكر أنا مش بحالك سكر ولكن مضاعفات السكر يعني لما نشط البنكرياس اللي هو كاسلان وبيطلعش إنسولين هيطلع إنسولين أكتر يبقى كمية الدول اللي هاخدها هتقل هقللها يعني فيه ناس كابتاخد إنسولين رجعت تاخد إقراس ناس كابتاخد إقراس بكميات كبيرة برقت تقلل في الإقراس اللي بتاخدها حالك قلتلي إن الجلسات تقريبا جلستين جلستين في الإزم إحنا بناخد 12 جلسة في خلال 12 جلسة الأولى بنبدأ لشوف التحسن نسبة قد نفس الفكرة اللي حضرتك قلتين كل جلسة بنبني عليها يعني 10% 20% 30% وهكذا التحسن بيبدأ مثلا من الجلسة التالتة أو من الجلسة الرابعة الجلسة الأولى في بعض الناس بيحسوا بتحسن فيها بيحسوا نشاط أحسن هم أحسن مجهود أحسن ما كانش بيقدر يمشي 10 متر بيمشي كيلو يعني أنا عندي حد في السعيد 70 سنة وجي بيقول لي في الجلسة التامنة بقول له قال لي عدد الجلسات قال لي لا والله ما أنا الله أكبر ما أنا موجب ليه قال لي أنا بامشي كل يوم كيلو قلتوا طيب هتحسن نفسك ما تقولش كده الله أكبر أنا ما بقدرش أمشي كيلو فهتحسن للدرجات دي فلما شاف التحسن مش عايز يبطل لا بيقول لي همشي على جلستين زيما طيب أنا كمان عشان يعني الناس عارفيني أن أنا دايماً إنسان مبتز ومبتز كل الأكابر زي حضرتك وما بيخزرونيش في عروض مهمة جداً إن شاء الله هنطلبها من دكتور وأنا واسقة من دكتور بأخلاقه وبعلمه حيوافق إن احنا نعمل خصومات كده شوية عشان خاطر حضراتكم يعني حاضر طبعا هستأذنك في تقرير عما يزنوا إن هم عايزين يعرضوه فنعرض التقرير ونرجع نعلى علي نشوف تقرير تجارب الشفاء من الأمراض المناعية بيقى يا دكتور بص بسم الله ما شاء الله احنا من رمضان مبطلين الجلسات بسم الله ما شاء الله بص تفضل يا دكتور بجاء التمام التمام بص تكلمي يا آية أه على صوتك آية يا دكتور أنت حضرتك كنت عارفها وشوفتها حضرتك يا دكتور كايتها وكانت الدنيا كايت ملغبطة معها خالص وكايتش رايجة على أي علاج من ساعة ما خدنا الجلسات بسم الله ما شاء الله عليها واكسم بالله ما بناخد جلسة ولا بنحط لها أي حاجة دلوقت وامورها تمام التمام بعد ما كان بيطلع جلده وجشرة وحاجات كتيرة في جسمها بالوقت الحمد لله رب العالمين بجاءت مدفل واربحتاشر ولا في جلد بيطلع في ديها ولا في رجلية ولا شعارها ده ما كناش بنعرف مصرح حولها من اللي كان فيه والحمد لله بتروح المدرسة دلوقته بتنشي بسط زميلها وامورها تمام كان الجلد بيطلع زي زي رؤى الفطير كده بيطلع كتير وكان بيطلع تغريقته تطلع يجي تاني سبوع يجدد على طول بعرضه مستمر ومهما كنا بنديها علاج أو حاجة ما كانش بيأسر معها من ساعة ما جينا هنا وعطناها الجلسات الفضل يجي من الله رب لو لك صراحة يعني هي امورها تمام تمام من أول رمضان وكسم باللمة بنيديها هي جلستني يعني من جبلة رقما يخلط رمضان بنيوم القهو بالتلاتة هي امورها تمام خالص خالص ايه تكلمي بقى ها قولي انا بجيت حلوة جميلة اقولي اه يالي يال اه كنت باشتكين من روماتزم مناعي بس لما جيت هنا مركز كيور مع الدكتور نادر بدأت اتحسن الحمد لله بطلت بقى كل الادوية اللي كنت باخدها بدأت اخد الجلسات والحمد لله حسرت تحسن اكتر تحسن نسبت سبعين في المية وانا لسه كمان مخلصتش الجلسات بطلت اربع جلسات تاني وان شاء الله هبقى كويسة كان عند روماتزم نشط مزمن وكان بيعملت شنوجات في ايده وشنوجات في رجلي ومكنتش بقدر استعمل الشهر بس الحمد لله دلوقت انا مشيت معه في الجلسات واتحسنت الحمد لله روماتزم بنتاي كان عالي جدا ونشط الوقت بقى الحمد لله رب العليم بقى سبع يعني ما شاء الله ربنا يا رب يشفي الجميع والله العظيم انا فرحانة وزقطتة اولا بمشاء الله اخواتنا الستات الافاضل عندهم امراض مناعية وصعبة والبنوتة اللي انا والله في الصورة اللي كتعليمين كأنها مصابة بحرق وشكلها بقى لايف كده مع ممتها الفرحة اللي في عينين ممتها كمان يعني ودي بنت وانا يعني واثقا هي في المدرسة كان بتتعرض التنمر انو حد شي يجي يمها محد شي يمسها يخافوا يتعدوا فالاكسوجين الناشط عمل ايه؟ دي امراض مناعية اه احنا قلنا هنتكلم حاجة حاجة يعني ايه مراض مناعي؟ مراض مناعي معناه ان ربنا خلق لنا بجسمنا حاجة اسمها الجهاز المناعي الجهاز المناعي ده مش عضو زي الكبد والطحال لا ده موجود في كل اجزاء جسمنا المصنع بيكون في النخاع وفي الكبد والطحال وفي غداد لنفاوية موجودة في كل مكان وظفته ان لما ييجي اي حاجة غريبة تخش الجسم يروح يعمل اجسام مضادة تهاجم الحاجة الغريبة هو بياخد طبعة من الجسم الطبيعي عشان يعرف الحاجات دي طبعية طيب لما يخش بقى حاجة بكترية او فيروسية او اي حاجة يعمل اجسام مضادة تهاجم الحاجة دي لما بيحصل مرض مناعي يعني معناه جهاز المناعي يعمل اجسام مضادة تهاجم الجسم مش تهاجم حاجة غريبة تشوف الجسم على انه شيء غريب فاتهاجمه فمثلا حاجة زي الروماتويد الروماتويد هو التهاب بسيط بيجي في المفاصل الصغيرة يبدأ الجهاز المناعي يعمل اجسام مضادة المفروض يروح يهاجم للتهاب وبيروح يهاجم المفصل نفسه فياكل في الغضروف وينشف السائل فيحصل احتكاك فيحصل قلم فيقوم العيانة الصبح عنده تيبس في قلم شديد بياخد ادوية كتيرة جدا مسكنات العلاجات كلها عشان تصبط الجهاز المناعي كورتيزون او كيماوي ومسكنات بتضر في الكلة الاكسجين الناشط بيعمل الاتي بيرجع جهاز المناع على طبيعته يصبطه ويزبطه يعني يخليه يتعرف على الجهاز على الجسم على انه طبيعي مرأة الالتهاب اللي موجود هو احنا اتفقنا ان هو بيقيت لكل انواع البكتيريا طبعا فالالتهاب هو بيضيعه يحسن السائل اللي موجوده بالتالي مايحصلش احتكاك مايحصلش قلم فالمريض يقوم الصبح القلم اللي كان موجود راح يبدأ يتحرك يعني انا عندي مرضى مثلا مايقدرش يمسك مجر مايقدرش يمسك قلم مايقدرش يفتح القراء ولو مرسك حاجة بتقع من ايده يعني مايقدرش يبقى متحكم فيها يعني كان في حد في الفيوم كانت اول مرة جات كان ولادها سهيلنها يعني مايقدرش تمشي معنا مايخدت الجلسات كان بتقولي مش بقدر ادوس على الكلمان مش بقدر افتح الباب مش بقدر اخش المطبخ بعد مايخدنا الجلسات هي بتيجي لوحدها دلوقتي مش ولادها مش موجودين فبطحك معاها بقولها فين الولاد تقولي مش محتجاهم خلاص مش عايزاهم يجوا انا الحمد لله بقيت كويسة طيب انا اعرف ان في زملاء لينا فنانين عندهم يعني هم كبار سنا يعني ومقاما وقدرا عندهم بعض الامراض المناعية وانا عارفة اتصرفوا قد ايه هل ان شاء الله الحل كمان يكون عن طريق حضراتكم طبعا ان شاء الله بإذن الله انا حاول والله اعمل يعني ابلغ زميلي دول لان ده علاج طبيعي ده اكسوجين مش كيميا بالضبط حاجة طبيعية بدون اثار جانبية ربنا سبحانه وتعالى هو الشافي وربنا بيجعلنا سبب ده يعني حالة اية حالة اية اول ما جات لي في الصعيد البنوتة الصغيرة اه اه اول مرة جات لي هي مامتها جاية هي وخالها الحقيقة ما كانش وشها بس لان مامتها ايوة لا 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 في صورة تانية بس مش نقدر ان نعرضها لان هو الجلد بتاعها ده بيبقى زي ما هي قالت رجاج الفطير اه يعني الجلد ده كل بيقع اول مرة جاولي يجولي فيها فتح وفوطة لقيت فيها جلد يا حبيبتي فبقول لهم ايه ده قالوا لي هي كده جلدها بضوافرها بيقع وبعد اسبوع يطلع تاني وبعدين يقع تاني واحنا رحنا كل حتة لدرجة انهم رحوا على حدود ليبيا في حتة اسمها كسفريت او حاجة زي كده وبرده مفيش فايدة اه لان الناس بتلجأ بقى اللي هو روح مش عارفة في نفسك في الرمل روح مش عارفة في مياه كابرتية مش عارفة عودي فيها الكلام ده فكانت بتقول لي حتى تحجزنا في المستشفى الدكاترة كانوا خايفين من شكلها انهم يقربوا له يا حبيبتي فانا قلت لهم طالما مرض مناعي ان شاء الله ربنا يكرمنا وبإذن الله ان شاء الله يجيب نتيجة فلاقيت ايه بتتنطط وفرحانة فبقول لهم في ايه فرحانة ليه قالوا ليه لسيه بتقدرش تطلع من البيت ما بتروحش مدرسة لان شكلها بيخافوا منه طبعا فهي محبوسة في البيت ما بتقدرش تخرج بعد ما خدنا الجلسات ايه بدأت الامور تتحسن بالطرقات دي فبدأت تروح مدرسة بدأت تخرج تلعب مع الاطفال العادي يا فنج مشاع طبيعي جدا طبيعي جدا يعني الصورة العليمين ما انا بقولك ده اعجاز علمي هي حالة ايه كمان على فكرة محدش كان عارف في شخصها يعني انا حتى بعدت الحالة لزميلي بعدتهم برا بعدتهم عشان اخد رأيهم في الحالة عشان نعمل حاجة اسمه ايه يا جماعة التشخيصات اللي ممكن تكون حالتها لان هنا محدش كان عارف في شخص الحالة فهي نوع من انواع الصدفية ولكن الشديدة قوي اللي بتخلي الجلد فعلا كله بعد حالة ايه انا شفت بقى حالات كتيرة جات لي بنفس الطريقة اطفال صغيرين بنفس الطريقة فحالة ايه حاليا دلوقتي من رمضان وقفنا العلاق خالص الله اكبر الله ايه رجع الطبيعية خالص الحمد لله وحاولين عليها وجايب التاجل من اللي ناور لا بسا تاجل برينسيس ايه بقى المرات انا اولا الوقت خلص وانا انا يعني لا لسه عندي كلام في امرات كتير والتصلب المتاع امرات كتير جدا جدا اولا عايز واحد من حضرتك انك تشرفني تاني ان شاء الله طبعا اكيد شرف لي يا فنط علشان الناس تاني حاجة الخصم بعد اذنك في ثانية حاضر خصم من ايه خصم من 20% لخمسين اه للأسف الفقرة خلصت والحلقة كمان خلصت استنوني دايما على قناة تن وبنت البلد سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة